أهلا بكم لم يمضي أسبوعان على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بلوسي إلى تايوان حتى حطت رحال وفد من الكونغرس الأمريكي في العاصمة تايبي في وقت يشتد الخلاف الأمريكي الصيني بشأن الجزيرة فما القصة؟ بالتزامن مع عبور أكثر من عشرين طائر عسكرية صينية الخطة الفاصل لمضيق تايوان ودخولها منطقة الدفاع الجوي لتايبي أعلنت الولايات المتحدة أصول وفد من الكونغرس إلى تايوان في زيارة تستمر يومين لاجتماع مع قادة الجزيرة ما يزيد المشهد توطرا أن الولايات المتحدة قبل الزيارة أعلنت أنها ستقوم بعبور بحري وجوي في مضيق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي الأمر الذي تراه بكين تهديدا لسيادتها ولمبدأ صين واحدة في المقابل تقول إدارة بايدن أنها تسعى لعدم التسبب بمزيد من التدهور في العلاقات مع الصين لا سيما وأنها مأزومة بالأساس في مجالات كثيرة أبرزها الاقتصاد حيث التعريفات الجمركية والضرائب والاستثمارات في العموم يقول البعض إن ما يجري بين البلدين هو تصعيد بهدف عدم التصعيد فيبدو أن ميزان العلاقات الأمريكية والصينية مضبوط عند حدود التصعيد اللفظي وحرب التجارة فقط نتعرف بداية إلى نظرة الكونغرس الأمريكي إلى تايوان والخطوات المتخذة تجاه تايبي حضرت قضية تايوان على طاولة الكونغرس الأمريكي في ملفات عدة ففي عام 2018 أقر مشروع قانون سفر إلى تايوان يدف إلى تجريع التبادلات رفعة المستوى بين الولايات المتحدة والجزيرة كما عمل الكونغرس على تعزيز العلاقات على مستوى دولي وفي عام 2020 أقر قانون مبادرة حلفاء تايوان الذي يشجع الدول والمنظمات الدولية على تعزيز علاقتها بالجزيرة ومع تولي الرئيس جو بايدن الحكم الكونغرس أصبح أكثر شدة مع تايوان فقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتقديم 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لتايوان على مدى سنوات الأربع المقبلة زيادة التوترات عسكريا وسياسيا بين واشنطن والصين لم تغير شيئا فسعى مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى طرح مشروع قانون يعزز التعاون العسكري مع تايوان ويدرجها رسميا كحليف أساسي خارج حلف الشمال الأطلسي ومؤخرا اتخذ الكونغرس منحا جديد في علاقته بتايوان فأصدر على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للجزيرة رغم التهديدات الصينية وبعد زيارة بيلوسي وتحديدا في الرابع عشر من أغسطس وصل وفده من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وفي ملفات التصعيد الأمريكي الصيني يبرز النهج الأمريكي في تسليح تايوان بهدف مواجهة التهديدات الصينية وهنا تبرز منظومة باتريوت الأمريكية التي وقعت واشنطن عقدا جديدا مع تايبي لتحديثها نتعرف إلى منظومة باتريوت الصاروخية هذه وكذلك إلى المنظومة الصينية الدفاعية قبل أن نحلل في تطورات المشهد التايواني إذن نذهب أنا وياكم إلى بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هذا ماجد المطلق قال في تغريدة على تويتر زيارة وفده الكونغرس الأمريكي إلى تايوان هو بمثابة الخسارة السياسية الثانية للصين بعد زيارة نانسي بلوسي هذا الحساب لماجد الخيلاني يقول لن تنجر الصين إلى مغامرة في تايوان لتعطي مبررا للولايات المتحدة لفرض عقوبات أكثر قسوة من العقوبات التي فرضت على روسيا أما أحمد الفراش فيقول لو أرادت الصين أن تتحرك ضد تايوان فستفعل ذلك بتوقيتها هي لا بتوقيت الولايات المتحدة حتى لو أرسلت واشنطن مزيدا من الوفود والشخصيات إلى تايوان إذن ما الهدف من زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان بعد أيام 12 يوما بالتحديد لزيارة أو عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بلوسي إلى تايوان وعلى وقع التصعيد العسكري الصيني أذر بهذه الأسئلة لضيفي من لندن عبر الأقمار الصناعية دكتور شين ليو والأكاديمية الصيني وأستاذ الدراسات الأسيوية في جامعة مورس ليفر بول ومن واشنطن عبر زوم الدكتور برينت سادلر مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية مرحبا بكم أضيفي الكريمين أبدأ نقاشي مع دكتور برينت دكتور برينت ما هدف الولايات المتحدة من زيارة وفد من الكونغرس إلى تايوان وهل تزامنها بعد أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب أمر مقصود ومنسق أم هو نتيجة عدم التنسيق أعتقد أنه من الأهمية بالمكان أولا أن ندرك أن أعضاء الكونغرس في الحكومة الأمريكية ونظام الحكومة الأمريكية هؤلاء الأعضاء يأتون من أفعع مختلفة تماما عن الرئاسة الأمريكية وليس لديهم سياسة معينة في هذا الصدد الصلاحية الموجودة لديهم هي من خلال قرارتهم عندما يعدون إلى العاصمة واشنطن يكتبون التشريعات ويعتمدون التمويل ساعتها يمكن للرئيس الأمريكي أن يجعل هذه الأنظمة لتسليح تايوان متاحة ورئيسة مجلس النواب بيلوزي ليس لديها قوة لإعداد سياسات بعينها ولا صلاحية لذلك الأمر الآخر لو عدنا خطوة للوراء ونظرنا لكافة الأنشطة التي قام بها المسؤولون الأمريكيون مؤخرا وعلى مدار السنوات الماضية كان هناك محاولات لإعادة العلاقة إلى تايوان كعلاقة طبيعية ما زالت هناك السياسة الأمريكية طويلة لأمد بعدم دعم استقلال تايوان لكن في الوقت نفسه تشجيع الحل السلمي لمسألة تايوان واحترام موقف تايوان أيضا ولهذا نرى أن هناك مبيعات للأسلحة لتايوان ليست أسلحة هجومية ولكن أسلحة دفاعية محظة توضح الموقف الأمريكي طويل الأمد الخاص بحل مسألة تايوان ومضيق تايوان سلميا دكتور شين كيف ستقابل الصين بدورها زيارة وفد من الكونغرس تايوان هل نتوقع عودة للمناورات السابقة أم خطوات أكبر وأكثر تصعيدا أعتقد أن المزيد من التصعيد سيكون أمرا غير محتملا لقد يعد ذلك أمرا حقيقة مبالغ فيه لكن ما تم بعد زيارة بلوزي وزيارتها لتايوان ربما لن يكون بنفس الوتيرة حاليا يمكن أن نتوقع على الأغلب أنه سيكون هناك نوعا من التدريبات العسكرية والمنورات المتواصلة حول تايوان ليقوم الجيش الصيني بتطويق تايوان وذلك استعدادا لأي حرب في المستقبل لكن فرص التصعيد وزيادة التصعيد وصولا إلى مواجهة حقيقية أمر مستبعد لا أعتقد أن هذا أمر حتى مطروح بالنسبة لقادة الصين حاليا لو أن زيارة نانسي بلوزي كانت قد أدت إلى ذلك فهذه الزيارة بالطبع لن تؤدي إلى مثل هذا التصعيد دكتور برينت تجديد الولايات المتحدة عقدها مع تايوان لتحديث أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت وقبلها أيضا الإعلان عن إجراء عمليات عبور بحرية وجوية للقوات الأمريكية في مضيق تايوان خلال الأسابيع المقبلة هل هو تصعيد وتحدي للصين أم هو استعداد لهجوم؟ أعتقد أن هذا ليس تصعيدا من الطرف الأمريكي لقد بدأت هذه العمليات عمليات المرور المعتادة تدم وفقا للقوانين الدولية وفي المياه الدولية لتأكيد حق العبور وإدارة بايدن أعلنت نيتها القيام بذلك على مدار الأسابيع المقبلة هذا يمثل رسالة لخفض التصعيد من الجانب الصيني من خلال توقع ما سيحدث إذن السؤال والنقطة المرتبطة بتحديث منظومة باتريوت تايوان لديها بالفعل هذه المنظومة ولديها بلاك 2 و3 من منظومة باتريوت هذه الأخبار التي صدرت مؤخرا في تحديث هذه المنظومة من منظومة 2 إلى 3 هناك أجداء مرتبطة بالبرمجيات الخاصة بهذه المنظومة وإمكانيتها المادية هذا لا يغير من طبيعة المنظومة ولا يزيد من قدرات تايوان من الدفاع إلى الهجوم فتلك الأنظمة حتى عقد تحديثها ستظل أنظمة دفاعية فقط طيب إنها أنظمة دفاعية لكن البنتاجون استبعد سيناريو هجوم صيني على تايوان لعامين مقبلين على أقل تقدير بحسب المعلومات لماذا تجدد واشنطن هذا العقد إذن؟ وهي دفاعية كما تقول أعتقد أن سيناريو العامين يوضح الحاجة الملحة لعلاج أوجه القصور في منظومة الدفاع التايوانية والهدف من ذلك هو ردع المبالغة في العمليات العسكرية من طرف الصين التي لديها تفوق العسكري الآن لكن سبب أهمية وذكر مسألة العامين أننا على مدار الأشهر الستة المقبلة لدينا موضوعين محليين يؤديان إلى ضغوط في الصين أولهما كان لدينا مجموعة هالكليان في الصين والتي سوف تجتمع بعد عام من الآن كما أنه سيكون لدينا اجتماع الحزب الصيني الشيعي هذين الأمارين بالتأكيد سيؤديان إلى تكثيف الجهود المحلية الصينية لكن عقب ذلك سترتفع وطيرة المواجهة فبالتالي زيادة الدفاع في تايوان وتحسيل القدرات الدفاعية أمر لا غنى عنه لدعم الردع في مضيق تايوان دكتور شين ألا تخشى الصين أن يكون لمناوراتها نتائج عكسية بمعنى أن تزيد هذه المناورات تايوان جهوزية عسكرية وأن تضاعف واشنطن دعمها لها دفاعيا كما يحصل اليوم والمثال هو تجديد طبعا عقد أنظمة الدفاع الصاروخ باتريوت أعتقد أن هذا المنطق غير موجود فالتدريبات العسكرية الصينية حول تايوان لن تؤدي إلى تعزيز قدرات تايوان وعزمها وتصميمها على زيادة قدرتها الدفاعية لن تؤدي إلى ذلك أعتقد أنه بالنسبة للحكومة الصينية لقد تخلت عن أي أمل أن الحكومة التايوانية هذه يمكن أن تقبل بما يسمى سياسة الصين الواحدة كذلك أيضا هم يفهمون بشكل جدي أن هناك مساحة معينة للمناورة محدودة أمامهم فيما يتعلق بالسلطات الطيوانية أراهنة على الأغلب لو أننا سنشهد تأخرا في الحل العسكري فربما يكون مطروحا على الطاولة لاحقا لو أصبح الموقف يسير باتجاه يستحيل عكسه على الجانب الآخر أفهم أيضا أن الحكومة الصينية على الأغلب هذا هو آخر ما تريده الصين أي النزاع المسلح في هذه القضية الخاصة بطايوان لأن هذا لن يكون نزاعا مع تايوان في حد ذاتها بل سيتحول إلى مواجهة بين أمريكا والصين سواء كانت القدرات العسكرية الصينية وتستطيع أن تتخطى تايوان أو غيرها ليس هذا السؤال الأهم السؤال هو هل يمكن للصين أن تتحمل كافة العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها والعزل الذي يمكن أن تفرض عليها منظومة الغرب بالكامل بما فيها أمريكا وأربا أعتقد أن هذا سيكون أمرا غاية في الخطورة بالنسبة للصين دكتور برينت ألا تخشى الولايات المتحدة أن تؤثر ردود الفعل الأمريكي إذا ما صح وضع زيارة الوفد الكونغرس الأمريكي زيارة نانسي بيلوزي في إطار ردود الفعل الأمريكي على الصين ألا تخشى أن ينعكس على مضيق تايوان أحد الممرات التجارية الأهم في العالم وبالتالي على الاقتصاد العالمي بداية لا أعتقد ذلك حتى نانسي بيلوزي وزيارتها كانت واضحة للغاية بكل تأكيد تلك الزيارة لم تتطلب ولم تستدعي النتيجة التي شاهدناها برد الفعل الصيني وقياسا على حجم العملية العسكرية وتعقيدها هذا يتطلب فترة طويلة من التخطيط والإعداد المسبق لذا أعتقد أن زيارة نانسي بيلوزي كانت مجرد زريعة وأعطت فرصة للصين لاستعرض عضلاتها العسكرية وكانت استعدت الصين بالفعل لذلك إن التدريبات العسكرية البروتينية التي يقوم بها جيش الصين تصل إلى زروتها في فترة أشهر الصيف إذن هذا يتبع منظومة العملية المعتادة لهم لكني أؤكد أيضا أنه منذ عدة أيام الحزب الصيني الشوعي أيضا أطلق ما يسمى بالكتاب الأبيض في سياسات الصين باتجاه تايوان وهو يتحدث عن الحل السلمي وتفضيل الحل السلمي لكن مفهوم الصين الواحدة ونظامين هذا أمر قد أصبح لقيمة له في تايوان وأن هذا لن يكون مقبولا إذن هذا الكتاب الأبيض من بكين مثل فرصة ضائعة من الحزب الشوعي الصيني لتقديم حل سلمي ومسار للحل السلمي بين بكين وطايبيع آمل أن يكون هناك مساحة لتحقيق ذلك الأمر لكن الكرة في ملعب بكين دكتور شين تايوان رفضت الكتاب الأبيض الذي كانت أعلنته الصين قبل أيام ما هي خيارات الصين اليوم؟ يعني تتحدث الصين عن حوار وعن حل سلمي ولكن بشروطها طالما هناك رفض من قبل تايوان وهناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما هي خيارات الصين؟ أعتقد أن السؤال لا يرتبط في ما هي الخيارات المتاحة أمام الصين الأمر يرتبط بنوع الخيارات الموجودة أمامنا نحن بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وطايوان لأنني أعتقد على الأقل يوجد على الأقل عنصر مشترك لا أحد يرغب في هذا النزاع فلن يفوز فيه أحد ولن ينجو منه أحد إذن هل لدينا أي خيارات في الحقيقة؟ أتفقوا مع ضيفكم بالفعل إلى درجة كبيرة إن السياسة الأمريكية إلى حد كبير تجاه تايوان كانت متسقة ومتناغمة على مدارس العشرين أو الثلاثين عاماً من الماضية فلم يدعم أبداً استقلال تايوان بصورة علنية لكن دعونا نفكر في تغير السياق داخل تايوان وفي سياسة تايوان منذ عشرة أعوام كانت تايوان لديها حكومة كانت تدعم العلاقات مع أمريكا لكنها كانت تعتبر أنها جزء من الشعب الصيني إذن لم تكن مشكلة كبيرة أنا ذاك لو أن لديهم صفقة أسلحة مع أمريكا فقد كان هناك مساحة أكبر للصين أن تتسامح في هذه العلاقة بين تايوان وأمريكا لكن الآن لو نظرنا إلى السياسة في تايوان هذه الحكومة الموجودة حالياً لن تقبل أي شيء يقدره الحزب الشيوعي الصيني سواء كان ذلك في ما يسمى بسياسة الصيني الواحدة ونظامين مختلفين لن يقبلوا ذلك كذلك أيضاً معظم الشباب في تايوان ليس لديهم أي إحساس بأنهم مواطنين صينيين إذن لو وضعنا أنفسنا في موقف الحكومة الصينية سنرى حقيقة مدى صعوبة الموقف أمامهم لو أنه لا يوجد أمامهم سوى خيار واحد وهو التوحيد الوطني التام إذن نتحدث هنا عن موقف مختلف تماماً فيما يتعلق بنمو الصين وقواتها بينما تايوان وضعها مختلف تماماً والمساحة الخاصة بالهوية الوطنية مختلفة إذن بالنسبة للولايات المتحدة الأمر يتطلب أن تتوخل حذر في موقفها وأن تتعامل بحذر مع الصين وتايوان في هذا الصدد شكراً لك دكتور شين على كل هذه التفاصيل الدكتور شين ليو الأكاديمية الصيني وأستاذ الدراسات الأسيوية في جامعة مارس ليفبول حدثتان من لندن والشكر موصول لضيفي من واشنطن الدكتور برينت ساندلر مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية شكراً جزيلاً لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا ميراشا غازي